مطبخ موني وعايزة اعمل اكلة تكون سهلة ومتاخدش وقت وكمان يكون طعمة لذيذ معايا هنا 3 حبات من الكوسة الكمية اللي عندكم 3 حبات من الكوسة معايا هنا 3 زهرات من البروكلي وممكن استعمال الارنبيت بتنجانة واحدة متوسطة فلفل احمر هو كمان اصفر هناخد بس ربع ارن من كل واحد هنجيب دلوقتي سنية وهنبدأ نقطع الخضار اي تقطيع انتوا عايزانها بس افضل حاجة ان احنا نقطعه حجم صغير علشان ما ياخدش وقت في السوا ولو عايزين تقشره بتنجانة تمام او تسيبها بالقشر بتاعها زي ما عملت كده زي ما انتوا عايزين هنقطعها برضو قطع صغيرة بالشكل ده وبردو نقطع البروكلي كده هنقسم كل زهرة اتنين اه وزي ما قلتلكم ممكن استعمال يا جماعة ارنبيت او تستعملوا اي خضار متاح عندكم الوصفة دي طلع طعمها لذيذ قوي اه بعد كده هناخد من الفلفل انا بس محتاجة الواني يعني لو عندكم اخضر بس برضو ما فيش مشكلة هناخد ربع ارنفلفل احمر وربع ارنفلفل اصفر وهنقطعه قطع صغيرة ونحطه على الوش بالشكل ده وبعد كده هنحط دلوقتي رشة بسيطة من ملح الهملايا ده علشان يخلي الخضار يدبل ويستوه معانا بسرعة اه وهنحط كمان دلوقتي حوالي معلقتين او تلاتة قبار من زيت الزتون هنحط بقى دلوقتي بالشكل ده ونوزعه كده كويس ونحط دلوقتي رشة بسيطة من الفلفل الاسود ونقلب بقى الخضار مع الملح والفلفل الاسود وزيت الزتون نخلطهم مع بعض كويس بالشكل ده وفي الوقت ده انا طبعا شغلت الفرن الشوية وكمان الفرن من تحت علشان الفرن يسخن ولو لقيته الزهرات بتاعت البروكلي او الارنبيت اللي هتستعملوه مسلا طلعت التقطيع بتاعتها كبيرة خلوها تقطعتها صغيرة علشان يبقى شكلها حلو وبعد ما زبطت الصينية بالشكل ده هناخدها بقى دلوقتي وندخلها الفرن يكون الفرن سخن يكون شغال الشوية وكمان الفرن من تحت لمدة عشر دقايق بس لغاية لمة الخضار يبدأ ان هو يستوي معنا وبيطلع معنا بالشكل ده تقريبا كده بدأ ان هو يستوي خالص قعد بس في الفرن عشر دقايق اللي شوية شغالة وكمان الفرن من تحت هنسيبه بقى دلوقتي على جنب ومعايا طبق صغير فيه عصير اتنين طمطمية حجمها متوسط هنحط عليها دلوقتي البغارات بقى اللي انتو تحبوها انا هحط رشة من البابريكا حوالي نص معلقة صغيرة وكمان حوالي نص معلقة صغيرة من الكزبرة النشفة وبرضو حوالي نص معلقة صغيرة من الكمون وهنقلب بقى دلوقتي الحاجات كده مع بعض وبعد كده هنضيفها على الخضار بس الاول انا حسيت ان الخضار ده محتاج سن التوم فانا معايا الاول كده تلت فصوص من التوم هنقطعهم قطع صغيرة بسكينة مش هفرمه هنقطع برضو التوم قطع صغيرة كده ونحطه فوق الخضار انا قطعت بس تلت فصوص توم مش اكتر من كده وبعد كده هنضيف بقى دلوقتي عصير الطماطم اللي حطينا عليه البغارات وهنقلب بقى دلوقتي الخضار كله مع بعضه علشان عصير الطماطم يتوزع كويس كده على كل الخضار هنجيب بس شوية مية صغيرين كده في الطبق اللي كان فيه عصير الطماطم وهنضيفه بقى دلوقتي ودلوقتي هنقلب الخضار كله وخلاص كده بعد ما قلبنا الخضار بالشكل ده هنجيب دلوقتي وراءة زبدة ونغطي بها الصينية وبعد كده نقفلها كويس بالفايل وندخلها تاني الفرن بس يكون الفرن شغال من تحت بس ندخلها تاني الفرن لمدة عشر دقايق تانيين الطبخة دي كلها مش هتاخد اكتر من عشرين دقيقة وبتطلع معانا مستوية وجميلة قوي انا بعد ما طلعتها من الفرن بعد ما عد عشر دقايق تانيين خلاص الخضار استوى وشكله جميل جدا على الفكرة ممكن يتاكل في المرحلة دي من غير اضافة اي حاجة تانية اه لكن انا حابة ان انا اخل الطعم يبقى حلو كده فهنجيب بقى دلوقتي جبنة متزرلة وده اختياري هنحط على الوش دلوقتي شوية من الجبنة المتزرلة بالنسبة للكيتو دايت استعملت جبنة المراعي كامل الدسم او اي نوع كامل الدسم يكون خالي من الزيوت النباتية وبالنسبة للضايت العادي تستعملوا اي نوع جبنة لايت هنوزعها بقى دلوقتي على الوش بالشكل دا واخر حاجة هضفها بقى اللي هتخلي الطبق دا بصراحة تحفى هو الارجانو او ممكن تستعملوا دقة الزعتر العادية اي انا احط على الوش بقى شوية كده من زعتر الارجانو الريحة يا جماعة تهبل والطعم فضيع ان شاء الله الوصفة دي هتعجبكو جدا دلوقتي بقى اخد احطها بس تحت الشوية مجرد بس ان الجبنة تسيح وتتحمل وتكون معانا بالشكل دا الاكلة دي كلها ما اخدتش اكتر من 20 دقيقة شايفين ما شاء الله جميلة جدا ازاي شايفين ما شاء الله الخضار جميل جدا ازاي الوصفة دي صحية ولذيذة جدا ومناسبة لكل انواع الدايت والكيتو دايت طبعا وكمان مناسبة لمرضى السكري وصفة سهلة ما اخدتش وقت وكمان مشبعة وطعمها طحفة جربوا الطبق دا وهتدعويلي بجد طعموا لذيذ وماخدش وقت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفعوا الفيديو بتعليقاتكم حلوة وبالف هانا وعافية موسيقى